تغيرات جديدة لخارطة المواجهات في البيضاء هذا ما يقوله عسكريون بعد مضي قوات الجيش في استكمال تحرير مديرية الملاجم والسسلة الجبلية المحيطة بها محور قانية المنطقة التي أعلن الجيش في السابق انطلاق العمليات العسكرية منها شكل حافزا للتحضير لهجوم أوسع على مواقع أخرى المركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد أن الجيش أطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بدأت من منطقة الهشفة وتمكنت من تحرير عدة مناطق محيطة بما فيها معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة وصولا إلى مفرق عفار المعارك أسفرت بحسب مصادر عسكرية عن خسائر بشرية ومادية منها مقتل ما يقارب 25 عنصرا من الميليشيا فيما قتل 12 من أفراد الجيش الوطني جغرافيا تكمن أهمية السيطرة على محافظة البيضاء في كونها نقطة فاصلة بين الجنوب والشمال بحكم موقعها الذي يتوسط خارطة البلاد وإمكانية السيطرة من خلاله على منابع الثروة والطاقة في اليمن أما استراتيجيا فإن أهميتها تكمن في كونها تفتح ثلاثة أبواب للعبور منها نحو محافظة ذمار وإب وصنعاء وهو ما يشكل هاجسا مخيفا للحوثيين الذين يدفعون بتعزيزات كبيرة إليها بين الحين والآخر